نحن عايشين بعصر كتير كتير صعب على مستوى الإعلام والإعلان ومستوى السوشيل ميديا حقيقة أنا كخبير بوسائل التواصل الاجتماعي وكشخص إعلامي بطلع على الشاشة وعم تابع شو عم بصير حوالينا إعلانات ودعايات وتسويق فيه فلتان حقيقة غير مسبوء بهذا المجال خاصة بمجال الإعلان فيه فلتان بكتير مطارح فيه فلتان بالإعلام فيه فلتان بتوجيه الرسالة الإعلامية حتى الإعلان كله كرسالة تغيرت الكنسب تبعيته حتى إذا بدنا نحكي عن الإعلان دانيال يوصل لكل الناس وما فيه وقت محدد مش متل البرنامج السياسي مش متل الفيلم وقت محدد الإعلان يوصل لكل الناس خلال النهار الإعلانات عم تروح أكتر نحو الإباحية لجذب المستهلك لجذب المشاهد حتى لو الإعلان عن سلعة معينة ما رح نسمي شوية سلعة ما جاب مستهلك بس عم بيجيب مشاهد ليش؟ لأنه صرنا هلأ بعصر السوشول ميديا بيحضر الواحد إعلان على التليفزيون بيصوروا على التليفون سمارتفون طبعه وبينزلوا عنده على الفيسبوك يلي ما شافوا على التليفزيون بيقدروا يشوفوا على الفيسبوك شفته شو هذا الدعاية شفته فلاني كيف طالع أنا شخص عشت بأمريكا تجربتي هناك إنه الإعلان قبل ما يقطع على التليفزيون بيقطع على لجنة مقلفة من عشرة عشرين شخص بمثلوا هذا المجتمع بيكون فيها هذا اللجنة عن بعض إجزامبل هي اللجنة بيكون فيها الأم البي أستاذ المدرسة المهندس اللي بيشتغل بركة بأشياء حرفية يعني اللجنة بتضم كل أعضاء المجتمع هن بيحكموا على هذا الإعلان بيقطع أنتم كأهل بيقطع عندكم إذا بيقطع عندهم خلص الإعلان بيمر نحن عنا بيثوروا وبيطلعوا مش فارقة معهم معايير مش فارقة معهم قيم اجتماعية مش فارقة معهم قيم دينية إذا بدنا نحكي عن الدين كمان المهم إنه هيدا الإعلان يوصل بأسرع شي ممكن ويوصل للناس مش مهم شو نحط فيه مهم إنه نجذب مشاهد نجذب مستهلك يعني صايرين نحن أكتر للأسف فايتين بعصر التسويق على حساب هيد العيال وحساب قيمنا ومبادئنا وعلى حساب الاشياء الاجتماعية الأساسية اللي لازم واحد ينتبه لها عم بيتم خرق كتير محرمات بهيدا المجال بس كرمال نوصل لتسويق سلعة معينة بغض النظر منكسر المبادئ منكسر المجتمعات منكسر القيم مهم إنه نحن نوصل ونوصل السلعة اللي بدنا إياها بأي طريقة ممكنة أهلا الأعلام رسالة الأعلام بالميم رسالة والأعلان بالنون كمان رسالة والتسويق أنا بعتبره كمان رسالة بديك تعرفي الجمهور المتلقي شو هو شو لازم تعطيك كيف لازم تحترم المشاهد تبعك في بعض الأعلانات عنا بالبنان أنا أعطي أجزامبل ما بتحترم المشاهد ما بتحترم العائلة اللبنانية الحقيقية بيعطوك انطباع إنه معظم الأعلانات إنه نحن بلد منفتح على كل شي نستعمل الساكس دا نوصل السلعة تبعيتنا مستعدين نستعمل إباحية مستعدين نستهين بكرامة المرأة يعني المعلى المرأة اللبنانية بالإعلان مش هدي هي المرأة اللبنانية الحقيقية أنا بالنسبة لأليه كمشاهد وكمواطن لبناني المرأة الحقيقية اللبنانية هي المرأة اللي بتشتغل بتصرف على بيتها بتربي ولادها بتدرسهم لما يرجعوا من مدرستهم بتلم العيلة هدي هي المرأة اللبنانية يمكن كمان المرأة المقاومة أنا بتمثلني يعني هدي هي المرأة اللبنانية الحقيقية تشبه أمي و أخته ويمكن أمك و أختك هدي هي المرأة الحقيقية نحنا عم شوف المرأة بالإعلان المرأة بالإعلان متهورة مهمة غير السهر وتلبس أحلة ياب وتروع على مراكزة بتجميل وتضبط حالها مش هيدا هي المرأة اللبنانية معناها بالمحصلة انه الاعلان عم بيغشنا اي اعلان لازم يمرق على لجنة لجنة بتمثل كل اطياف المجتمع بان احنا مجتمع متعدد نحنا يعني نشكل باللبنان انه نحنا بلد متعدد فالاعلان عم بيتوجه لفئة معينة وعم يفرض حاله على فئة تانية عم ترفض هذا الاعلان فانا برأي انه لازم يندرس الاعلان بطريقة بتراعي حقوق الناس بتراعي حقوق المرأة وبتراعي كمان يعني صورة الرجل بالمجتمع وصورة الطفل بالمجتمع هيدا الاعلان هي صعبة تتحقق للأسف يعني بس انه انا عم مقترح هيدا الاعلان بعد ما يتنفذ ينعمله يعني بلان وستوري بورد خليه ينعرض على لجنة لجنة بتمثل المسيحي والمسلم والدرزة ورب العمل والأم والتلميذ اذا وافقوا عليه يقطع اذا ما وافقوا عليه يتعدل فيه يعني مشكلتنا مثل ما قالت ببداية حديثة دانيال ما في رقابة بيكون في عرض لمطارح معينة بجسد المرأة لإثارة غرائز معينة لإثارة مشاعر معينة هيدا الاعلان موجه يا جماعة لكل العالم مش اعلان موجه لفئة معينة فلازم يكون فيه رقابة حتى على الاعلان انا برأيي معلي الحرية حرية هيدا البلد بتوقف عند قيمنا ومبادئنا واخلاقياتنا من هيدا النقطة بقول انه لازم نكون نحنا كلنا محافظين على خصوصية مجتمعنا من فلت الأمور الحياة مشكلة إباحية وجنس وامتهان لكرامة المرأة وامتهان لجسد المرأة حتى دانيال مش الاعلان اللي بيطلع على التلفزيون الاعلان اللي بيطلع على القفيش يعني على الطرقات كمان في اعلانات مش مقبولة ومن هون مننتقل تنشوف أخيرا شراء القانون اللبناني عن هالقضية سهلا وسهلا فيك ماتر ماتر حلقتنا اليوم عن الزنا فشو الزنا بالمفهوم القانوني؟ ما في شك انه الزنا كفعل هو بيهدد استقرار العائلي وبيهدد استقرار المجتمع وبالتالي بيمس بالقيم الأخليقية والأداب العامي من هون المشتقى المرأة اللبناني اعتبر الزنا جرم ونصع العقوبات بالطال هذا الجرم بأنون العقوبات اللبناني الصادر سنة الأفل سنة 134 المواد الـ 487-88-89 هي تتحدث عن عقوبة الزنا وهل بتختلف العقوبة بين الرجل والمرأة؟ ما في شك انه العقوبة تختلف المرأة الزانية تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أما الرجل الزاني فيعاقب من شهر إلى سنة هلا إذا كان المرأة الزانية شركة رجل متزوج يعاقب بنفس العقوبة أما إذا كان أعزب فيعاقب من شهر إلى سنة هلا يلاحظ شغلي أيضا أنه فعل الجنسي أو الاتصال الجنسي بالنسبة للزنا عند الرجل لازم يكون بالمنزل الزوجي أما عند المرأة فبأي محل صار هذا الاتصال الجنسي بيكون صار في جرم زنا شو هي الحدود اللي بتخلينا نفرق بين الزنا وإذا كان فعل زنا أو لا؟ هو الاتصال الجنسي التام يعني القانون يفرض يكون في اتصال الجنسي التام يعني هو المشترع اللبناني بي نص قانون العقوبة ما حدد بطريقة واضحة شو هو المفهوم الزنا ترك هذه الأمور للاجتهاد المحكم اللبناني وهكذا تقريبا عملت كل التشريعات العربية والأجنبية تركت للاجتهاد والاجتهاد بيقول إنه إذا ما في اتصال جنسي كامل وتام ونجز ما في زنا حتى لوض ضبط رجل وامرأة في منزل أو كانوا بتياب النوم أو كانوا قاعدين وما كان في أي اتصال جنسي ما بيكون في زنا ماتر شو الفرق بنظر القانون بين الممارسة الجنسية بإطار الزواج وخارجه؟ أكيد الأنون بيحلل الممارسة الجنسية خلال الزواج ما فيش مشكل إلا إذا أحد الشركين مثل ما إلنا قام بعلاقة جنسية خارج زواجه هذه تعتبر فعل زنا وهون الدعوة العامة مثل ما إلنا ما ما بتتحرك إلا بناءا لشكوى الزوج المتضرر العلاقة الجنسية إذا كانوا اتنينية ومش متزوجين بالمبدأ بالمبدأ ما في مشكلة إلا ببعض الاستثناءات يعني إذا تمت العلاقة الجنسية بين اتنين غير متزوجين على الطريق العام هذا خدش للحياء وهذا بيحض على الفجور وبيعايب عليه الأنون إذا تم الفعل الجنسي بإكراه أحد الشركاء غير المتزوجين هون بيكون اقتصاب وكمان يعايب الأنون وإذا تم الفعل الجنسي كمان اتنين غير متزوجين بهدف مادة أو بهدف مصائق مصلحة معينة أو منفعة معينة بيكون هيدا دعارة هون كمان الأنون بيحدد أما إذا صار فعل جنسي بين اتنين بيحبوا بعضهم بين اتنين عندهم علاقة غرامية بمكان منه عام وما بيشملها لحال التالي فالأنون ما بيتحرك ولا بيعايب يعني فيه فرق كبير بين المفهوم الكنسة والمفهوم المدني؟ ما في شك أنه في فرق بين مفهوم الزنا بالأنون الكنسي والمفهوم الزنا بالأنون الوضع الزنا بالنسبة للكنيسي هو خطيئة خطيئة كل من يرتكب على كان متزوج أو غير متزوج يعتبر فعل زنا كل من مارس الجنس أو العلاقة الجنسية قبل الزواج يعتبر زنا وإذا كان متزوج خارج إطار الزواج يعتبر فعل زنا الزنا نصع أنه كتاب المؤدس بالعهد الأديم ونصع أنه بالعهد الجديد الفرق بين العهد الأديم وعهد الجديد أنه بالعقوبة عقوبة الزنا بالعهد الأديم كانت الرجم أما مع السيد المسيح قالوا من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بأول حجر من هون الكنيسة لا تعاقب على جريمة الزنا وإنما تترك هذا الأمر للسلطات الحكومية والسلطات المحلية ماهب في قانون الدعارة؟ دعارة ممنوعة ٢ الأنون يحرم الدعارة، وعقوبات ست matièreدقة بالباب السابع على عقوبات ستقتص بالدعارة ماهب هذه العقوبات؟ الفصل است Full upon the قانون الدعارة يتحدث عن جرائم المخله فلأخلاق والأدا видео العمي الفصل الثاني منه يتحدث عن الحض على الفجور والتعرض اللأخلاق والأدا courage العمي المادي 523 وما يليها هي بتحكي عن عقوبة الدعارة ونلاحظون بالـ 527 البطنس كل مرئ لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة يعاقب الحبس المادي 524 بتقول يوعقب الحبسانة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف كيمة الحد الأدنى للأجور من أكدما إرضاءاً لأهواء الغير على أغواء أو التجزاب أو أبعاد شخص برضاه من هوم نشوف أن عقوبة الدعارة هي عقوبة جنحية منع عقوبة جنائية يعني تحت 3 سنين ما الفرق بين الدعارة والزنا؟ مفهوم الدعارة هو تقديم خدمات جنسية لقاء مبلغ من البال أو لقاء مصلحة معينة أو منفعة معينة كل من قدم خدمة جنسية بمقابل ميل يعتبر هذا الفعل فعل دعارة ماتر أمتى بصير الفعل الجنسي اختصاب؟ من الكلمة من فهم أمتى بصير الفعل الجنسي اختصاب الوقت اللي بصير الفعل الجنسي غصب عن الشركة الآخر يعني بالقوة تحت الضغط تحت التهديد أنون العقوبات اللبنانية بنص على عقوبة بالمدى 534 اللي بتقول كل من أكرها غير زوجه على فعل الجنسي تحت الضغط والتهديد يعقب بالحبس لمدة 5 سنوات بالأشغال الشقة وإذا كان زوجه؟ للأسف الأنون اللبناني بيسمح لأحد الشركاني يمارس العنف للحصول على الجنسي مع شريكه الآخر زوجه يعني في مشروع عنون في تحرك للهيئات المجتمع المدني لألغاء نص هذه المادة واعتبار كل العمل كان سواء من الزوج على زوجه أو على غير زوجه أنه ممارسة الجماعة تحت الضغط هو فعل اختصاب ماتر أخيرا أحب أحكي عن الشوزوز الجنسي هل الشوزوز الجنسي بالقانون اللبناني يعتبر خطأ؟ أكيد الأنون اللبناني حماية للمجتمع بنص على عقوبة حبس مدة سنة لكل مجامعة خلافا للطبيعة ويعتبر أنه شوزوز جنسي خلافا عمل جنسي خلاف للطبيعة والأنون اللبناني بيعاب ماتر كلمة أخيرة لألك عن هذا الموضوع؟ موضوع الزنا هو زاهرة أو قافة تضرب المجتمعات كان بلبنان ولا غير لبنان للأسف عم تضرب مجتمعنا بشكل كتير كبير موجودة بكل مستويات المجتمع الصغيرة والفقيرة والقبيرة والغنية بفضلكم بفضل جهود غيركم ومجتمعات المدنة اللي بتسعى لتوعية الشبيبية بتوعية المجتمع حتى ننبذ هيد الجريمة ومندخلها على بيوتنا حتى تضل عائلتنا مجتمع ومستهرة نشكرك ماتر لو وجودك معنا بهيد الحلقة ومنشكر معلوماتك القيمة اللي عطيتنا عائلتنا شكر لها لكم دي الزنا، الخيانة الزوجية، الاختصاب والدعارة بيختلفوا بالمعنى ولكن بتعتبرون الكنيسة كلهم كخطية فالزنا والخيانة الزوجية هي خيانة عهد مع الله ومع الشريك الاختصاب هو سرقة إنسان لكيان وكرامة إنسان آخر وبعد حياته الشخصية أما الدعارة هي استعمال طاقة إنسانية زرعة الله فينا لما قارب دون المستوى المطلوب لهوية الله بهدف خلقه إلنا والقانون اللبناني بيعتبر أيضاً أن الزنا هو عملية اتصال جنسي بين شركين وأقله واحد منهم متزوج الاختصاب هو فعل جنسي تحت الضرب والقوة والتهديد أما الدعارة هي جنحة وعقوبتها الحبس وغرامة مالية وأخيراً بعائب أيضاً القانون اللبناني على كل فعل شيز بخلب المصلحة العامة نتمنى مشهدينا تكونوا استفدتوا من هالمعلومات ومنلتقى الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وبقضية جديدة اشتركوا في القناة